سورة النملي وهي سورة السابع والعشرون بحسب رسم القرآن وهي سورة الثامن عشرة من قسم المئين وآياتها ثلاثم وتسعون آيات وهي مكية وهي سورة الثانية من زمرة التاسينات سورة النملي هنغم تتو سورة الثامن عشرة من خلال الكلام عن المرسلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنَّدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ويليس قدنا ويقبوا ظاهو ويقبوا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر